بمناسبة شهر رمضان نحن دبقى في وسط شهر رمضان تقدم تهاني ديلي لجميع مستمعين ومشاهدين لغاديو مارس ونقول لهم العواشر مبروكة ونقول لهم ان شاء الله دخلت السنة القادبة بصحة والعافية على الجميع ومتمنيات الحارة للنتائج الإيجابية للرياضة المغربية الحمد لله اليوم عندنا الجمع العام لمؤسسة محمد الساديس للأبطال الرياضيين هذا الجمع العام جم بعد سنتين من العمل العمل اللي خلقنا فيه المؤسسة درنا فيه مقر للأعضاء ديالها وفي نفس الوقت عملنا عدد من العمليات الاجتماعية ولكن الرياضية ايضا العمليات الاجتماعية اللي عملنا وانه الحمد لله جميع العضاء اليوم عندهم التغطية الصحية بالنسبة لهم بالنسبة لعائلت ديالهم عدد من الأبطال والأعضاء عندهم بعض المساعدات اللي هي مباشرة أو غير مباشرة مثلا مساعدات مسعلقة بكراء المنزل ديالهم أو بمساعدة أولادهم للدراسة ولكن ايضا هناك مساعدات مباشرة مثلا مسعلقة بالتكوين حيث انه الأعضاء تندخلهم باش يديروا واحد تكوين لتيعطيهم واحد ديبلوم والهدف منه وانه يكون عندهم هذا الديبلوم ليقدر يدمجهم في الحياة الاجتماعية من بعدما توقفوا العمل الرياضي ديالهم الأعضاء ديالهم أعضاء ليهما أبطال إما أبطال إفريقيا إما أبطال اللي شاركوا في كأس العالم على المستوى الفرق أو على المستوى ديالهم أبطال ليهما الحمد لله أيضا شاركوا أو جابوا ميداليات في كأس العالم في الألعاب الأولمبيا إذن هذا أبطال كبار والهدف هو أنه يكونوا عبرة بالنسبة لعدد من الشباب بل الشباب اليوم يبغي تدخل في هذا الميدان الرياضي إذن الحمد لله على المستوى الرياضي عملنا على أيضا شكر لعدد من الأوطال الرياضيين عدرنا واحد للحفل الكبير بالنسبة لسيمو حمد بن راجع للعب الكبير لكرة اليد عملنا أيضا حفل تكريم لعدد من الأبطال في كرة السلاب حال السيل غريسي وفي نفس الوقت خرجنا كتب اليوم في المستوى العالي هاد سنة خرجنا كتاب ليهو لسان ماتش دي جاند دي فوتبول ماروكا اللي تتكلم على أفضل ميت مقابلة للكرة المغربية على المستوى الفورق الوطنية أو على المستوى الاندية إذا ندي حاصيلة اللي حاصيلة جيدة والآن أظن بأن هذا المشروع نجح وبأنه جاء الوقت باش أيضا نخدم واحد المستوى اللي هو اليوم عليه إلى مستوى آخر باش يخلي الأبطال المغاربة يكونوا مرتاحين ولكن أيضا الشباب المغاربة باش يبغيوا يدخلوا لهذا الميدان الرياضي ويشوفوا هذه الأبطال كقدوة بالنسبة لهم سنتين القادمة عنا أهداف اللي هي محددة أولا أنه بغينا نديروا لجبيلة ديال عدد من اللاعبين الكبار بحال عبد المجيد الضلمي بحال عزيز بودربلا بحال بدو الزاكي بحال حميد الزاز بحال عدد من اللاعبين اللي يعطوه الكثير صلاح الدين بصير إلى غيره وهذا نقطة لأساسية بالنسبة لنا بغينا أيضا أنه نكونوا عدد كبير من الرياضيين باش كيف تنقولوا احنا بالمغربية ديالنا نعطيهم الصنارة باش يقدروا يندمجوا في الحياة للشيماعية ديالهم لأنه واحد البطال تيكون في واحد المستوى اللي هو عالي على المستوى الرياضي تيخدم عشر سنين خمسة عام إلى أقصى جد وتيخرج لتقاعد وهو شاب تقاعد ثلاثين أو خمسة وثلاثين سنة رك ما زال شاب إذن خساد التقاعد يكون في واحد المستوى ليكون متأهل على المستوى الاجتماعي ولذلك تنشوفوا بأنه تكوين وتعطيهم ديبلومات اللي ممكن لهم يساعدهم باش يندمجوا في حياتهم الاجتماعية هي بالنسبة لنا الأولوية في سنتين القديمتين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر